أعلنت رئاسة بلدية حلبشة عن بدء تنفيذ التصميم الرئيس للمدينة حيث بدأت الجهات المعنية بخطوات العمل اللازمة لتخطيط وتنظيم آلية توسيع المدينة مع تقديم وتوزيع المشاريع الخدمية على أحيائها يأتي تنفيذ هذا المخطط بعد توقيع وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كردستان اتفاقا مع شركة الخطيب التي ستقوم بتنفيذ المشروع ومن المقرر أن يستمر تنفيذ المشروع لمدة 459 يوما بكلفة تصل إلى مليار دينار التصميم الرئيس لخارطة مدينة حلبشة دخل حيث التنفيذ بعد أن قطع المراحل الأساسية من التخطيط والمناقصة ووقعت وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كردستان عقدا مع شركة الخطيب العالمي لتنفيذ المخطط بكلفة تزيد عن مليار دينار على موازنة حكومة إقليم كردستان وبالتأكيد تنفيذ تصميم الأساسي للمدينة بهدف حندسة وتنظيم آلية التوسيع المدينة وتقديم المشاريع الخدمية فيها سيكون لها دورا كبيرا في ازدهار المدينة وبدأت الجهات المعنية بخطوات العمل على التخطيط الحندسي وتسعى لوضع التصاميم حيث التنفيذ في أقرب وقت ويسهم بشكل كبير في تطوير المدينة بشكل علمي ورفع العقبات التي تواجه توسعة وتطوير المدينة وتوزيع المشاريع الخدمية بصورة أفضل